وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وبمتابعة أسعارها السوقية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وبإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية اطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة العالمية الغذائية العالمية الحالية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة والذي يقع بمدينة أسدات على مساحة 120 فدان بتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابدة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وسيضم المجمع تسع مصانع للمعلبات والمجابلات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة حيث وجه الرئيس أيضا بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والموصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذا في الاعتبار النقل النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة اشتركوا في القناة